السيدة كريستينا جورجيفيا كان لها تصريح وطبعا لما بنقول اسمها ابن فتكر مين صندوق النقد كان لها تصريح مع وكالة رويترز النهاردة عن اللي بيتم مع مصر قالت ايه بقى فيه واتكلمت عن ايه اتكلمت عن ان تم حل القضايا السياسية او الاساسية عفوا فيما يخص مراجعة برنامج صندوق النقد مع مصر وقالت ان الاتفاق هيتم خلال في غضون اسابيع وقالت ان الصندوق هيزود تمويله للقرد المصر طبعا اللي حصل في مصر في اخر اربع سنوات كورونا والتضخم وحرب روسيا واوكرانيا وثم تكللت كل هذه الازمات بأزمة غزة وما تبحها والزيدة اثر على مصر وقناة السويس اللي باعترافها هي قالت ان من 55 ل 60% حجم التأثير احنا كنا بنتكلم في حاجة اقل من كده ده هي اللي قالت بقى ده مش كلام نحن مؤكده ان استقرار مصر مهم للشرق الاوسط بأسره وتصريح زي ده لما يطلع من مسؤولة زي دي مهم جدا ونقف عنده وقالت ان اعلان مصر يوم الجمعة عن استثمار حجم 35 مليار دولار من الامارات علامة ايجابية للغاية وده طبعا اشرت لموضوع صفقة رأس الحكمة وزي ما يقول وما يستدبعه وزي ما كنا نتكلم على هيدورجين الاخضر اللي هنسمعه في الايام الجاية اشادة المؤسسات الدولية بما يتم من استثمارات على ارض مصر هي مش هتجاملنا الناس دي مش هتجامل ومش هتقول كلام في المطلق الناس دي هي القصة كلها جماعة احنا بناخد الفلوس دي من صندوق النقد بنحطها فين بنوظفها في ايه بنوظفها عشان احنا ناكل ونعمل حاجات ولا بنوظفها في مشروعات تعمل استثمارات وتخلق فرص استثمارية وجب لي استثمارات اكتر كل الدول بتاخد ومديونة لصندوق النقد ولكن الفرق بقى من دولة للتانية فاحنا هي اشادتها وكلامها اللي بتقول النهاردة يجب انه هيؤخذ في الاعتبار تدفقات التمويل من مصادر اخرى لسد الفجوة التمويلية واضافت انها كيف بتتوقع انتهاء مراجعات البرنامج في الايام لكن الصندوق برضو ادى مصر فرصة تأكدات زي دي من مسؤولة زي دي لوكالة رويترز في الوقت ده لها ثقالها وكلام مهم جدا وبيأكد على اللي بيتم عندنا وبيأكد على زي مقول لحضراتكم ان اللي بيتم على الارض المصرية ان مصر بتعبر مرحلة مهمة مش بالتصرحات بس ومش بالكلام بس ومش بالخطوات بس انا عايز صناعة قوية انا عايز زراعة تسديلي الاكتفاء الزاتي او حتى لو استوردت استورد بحاجة كوي عشان احافظ على العملة الصعبة انا عايز سياحة تشتغل كويس انا عايز انشطة جديدة لانه طالع عندي جيل من ولادي هينقلوا مصر ان شاء الله ولادنا بالتخصصات الجديدة وكليات الجديدة والمدارس التكنولوجية اجيال جديدة جماعة الدنيا بتتغير والعالم والمنطقة بيعاد تشكيلها ومصر لازم تاخد مكانها في هذه التشكيلة وهذا التخطيط وهذا التنوع الجديد ربنا يوفق في كل حاجة بتعملها بلدنا للي فيه خير لبلدنا